أعزائي مشاهدين دايما المعرض بيتم تقييمه من خلال الموجودين فيه ومن خلال أراءهم في الأعمال الموجودة فيه أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أتعرف بيك دكتور مونير وليام مستشار جراحة تجميل أهلا بيك يا دكتور والنهاردة احنا عايزين نعرف حل حضرتك دائم التردد على المعارض بصفة عامة ولا حضرتك بتنتقي نوايات معينة من المعارض تحضرها الحقيقة دايما المعارض دي بتشديني جدا ودايما بنتقيها وبحاول دايما أتتبع أخبارها وكون دايما سبون دائم فيها يعني حضرتك قلت حضرتك جراحة تجميل وانهاردة يمكن من خلال تواجدنا في المعارض عرفنا أن موضوعه عن الطبيعة والجمال الموجود في الطبيعة ودايما الطبيعة تكون هي المصدر الخاص اللي بيتم منه يعني نقول اسشعار الجمال كله بالضبط هي الحقيقة يعني زي ما انت شايفة اللوحات كلها فيها عمق جميل جدا يعني أنا حاسس برضو أن مدام ملك في اللوحة دي بالذات ويمكن انت شوفتيني أنا بطعمك واقف وصدق كتير أنا حاسس بيها بخوف كبير حاسس أن ضباب رياح سحاب طبيعة ما تعرفيش فين أولها وفين آخرها وإيه اللي ورا الجبال والناس دي فين وطبيعة ماشية زي الحقيقة ده مصدر إلهام بالنسبة للفنان نفس الحكاية بالنسبة لجراح التجميل يعني يمكن الفرق بيني وبين الفنانة هنا أن أنا بأنحط بإيدي وهنا هي بتنحط برشيتها لكن إحنا الاتنين بنتفق في نفس الإحساس أو في نفس العمق اللي موجود جوانا عشان كده دايما نقول أن المعارض دي بتشدنا جدا ويمكن الواحد في داخل نفسه دايما يميل إلى الجمال وإلى الطبيعة ويمكن الواحد لما بيحس أنه في وقت من الأوقات أنه مزنوء أو في الشغل في عمق أو حاجة بيحاول الواحد يهرب بره دوامة الشغل بالظبط يعني يكفي أنك أنت تبص في لوحة زي كده وتنسي كتير وتسرح بعيد أكيد هترجعي وحتقدر يتعمل الشغل حيكون هايل يعني دكتور نير دايما بنقول أن الأراء بالنسبة للوحة دايما بتعتمد على رأي المشاهد للوحة ورأي الجمهور ورأي النقد أيضا ساعات بتختلف الأراء ما بين رأي الجمهور ورأي النقاط ساعات النقاط يقولوا أن اللوحة مثلا غير محبرة أو كده مع أنه بيكون أن الجمهور ليه رأي مختلف تماما هل ده بيأثر مثلا حاليك ما تقرأ عن لوحة معينة نقد معين ده بيأثر على وجهة نظر حضرتك هو الحقيقة يمكن كلامك ده ييجي في الفن اللي هو إسريالي مثلا أو الفن اللي هو يمتاز بخطوط معينة لكن فن بسيط زي كده عبارة عن عمق في الطبيعة ما اعتقدش أن فيه أي عدد حيختلف عليه يمكن لو اختلفنا نختلف على درجة الألوان على الإحساس بطريقة معينة لكن المضمون كفن موجود أو كلوحة موجودة عمرنا ما نختلف أي أن يكون سواء كان الجمهور أو النقاط لأننا بنتكلم في الطبيعة أنا بتكلم في عمق من الطبيعة والفنان ابتدى ياخد خطوط منها بألوان معينة بدرجات معينة ويعبر عنها نفس الحكاية في جراحات التجميل يمكن بنبص نلاقي أن لو في عملية معينة وجبنا ثلاث جراحين تجميل يعملوها الثلاثة هيعملوها بتلاث طرق شكل يعني هل يقول أن الفنان بياخد مصدر النهام من الطبيعة الموجودة جراحة التجميل بقى بتاخد المصدر من إيه؟ هي عبارة عن خبرة معينة جراحية لكن الأهم منها أن زي ما نقولتلك دلوقتي لو اتفقنا على عملية معينة هيعملها ثلاث جراحين تجميل ممكن تطلع بتلاث أشكال مختلفة هي كل واحد مدى إحساسه بالمنظر اللي قدامه وبحاجة الشخص اللي قدامه وفي الآخر بيطلع نتيجة معينة يعني نفس الحكاية لو جبنا نفس المنظر ده وجبنا خمس فنانين قدامهم هنلاقي كل واحد يعبر عن المنظر أو اللوحة دية بعمقه معينة يختلفوا في الألوان يختلفوا في العمق يختلفوا في درجة اللون نفس الحكاية بالنسبة لي أنا كجراح تجميل ترجمة نانسي قنقر